تقسيم الحافة تضطيها apply تجي هنا تضغط على alt تحدد هذا جي لا تلاحظ تقسم لك كل الوجوء الموجودة بالكائن في هذا الفيديو راح أشرح معدل تقسيم الحافة تمام نروح مباشرة على خانة المعدلات وراح نستخدم الكوب أيضا مشروع ثاني أيضا راح أستخدمه على هذا المعدل تجي على خانة المعدلات من بعدها تنزل هنا اللي هو edge spilt طبعا هذا يقسم لك الوجوه الخاصة بالشبكة فقط طبعا أنا ما شارحها خلاص ولا مستعملة بس قد يكون يفيدنا بالمستقبل وأيضا تطلع عليه وتاخد فكرة عنها أفضل إذا أجيت هنا تلاحظ أنه حتى الإعدادات البي يعني مو هواي هنا عندك الزاوية وعندك الشرب راح نستخدمها أو راح أشرحها وحدة وحدة من تجي تضيف هذا المعدل على الكائن مالتك على المكعب تنطيها apply تمام هذا قبل لا تنطي apply إذا راح نضغطنا على tab ورحنا على خانة التحرير نتجي تضغط على الوجه تضغط g تلاحظ أنه متصل تماما بالشبكة ما منفصل فوظيفة هذا المعدل يفصل لك الشبكات تجينا تضطي apply أيضا ترجع على tab لا تلاحظ تضغط على g فصل لك جميع الوجوه الخاصة بالشبكة مالتك أوكي بخطط طريقة هاي هاي كل وظيفته لهذا المعدل أيضا ناخذ مثال ثاني وخلينا نشوف نجي أمسح هذا خلينا نشوف المشروع الثاني عندنا مثلا هذا أيضا نتجي هنا تروح الضيف المعدل تقسيم الحافة تضطيها apply نتجي هنا تضغط على all تحدد هذا g لا تلاحظ هنا تجي all و g قسم لك كل الوجوه الموجودة بالكائن طبعا كلها أي وجه عندك هنا بالشبكة هو يقسم لك إذا أجي ضغطت على هاي g هل شوف تقسم وفصل لك كل الموجود بالشبكة مالتك بهالطريقة هاي أيضا خلينا نرجع control z control z بعد control z أيضا موجود بيه خيار ثاني اللي هو الشارب تقدر تختار مكان التقسيم خلينا أوضح لك بصورة عملية تجي تضغط على الشبكة من بعد تضغط هنا control r نضيف تقسيم هنا بحط طريقة هاي من بعد تضغط على control e وتختار mark sharp راح يضيف لك تقسيم تمام بحط طريقة هاي تجي على ضوء هذا التقسيم تضغط على apply تروح على الوجوه تمام من بعدها تجي تحدد هذا الوجه تضغط على g وصل لك على ضوء هذا التقسيم اللي حطيته أيضا نشوف مثال ثاني أو نطبق خطوة ثانية tab control r تجي هنا تمام control e واختار mark sharp واروح اضيف المعدل الحافة ونطيها apply تروح على الوجوه احدد هذا الوجوه g تمام بحط طريقة هاي تقدر تستعمل هذا المعدل أيضا بي تقدر تسوي animation وتطلع عليه أكثر هاي كل المعلومات بخصوص معدل تقسيم الحافة اذا عندك أي سواء لساني بالتعليقات خصوص هذا الفيديو أنا أجاوب عليك وأخيرا لا تنسى اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة السلام عليكم